مش كل المأكولات بده براد الحرارة الباردة فيها تنزع طعمة وملمس كتير منهم وحتى فوايدهم الصحية كرمال هيك رح نخبركم بهالفيديو عن 23 نوع من المأكولات يلي مش ضرورة تحطوهم بالبراد القهوة حبوب القهوة لازم تنحط بمكان جاف ومعتم وبحرارة معتدلة وبعلبة مسكرة منيح الخبز فالبراد بنشف الخبز بخليه يقسه البندورة الحرارة الواتية بتقلل من طعمة البندورة ولازم تنترك بحرارة عادية حتى تستوي بشكل طبيعي الحبق الحبق قادر يمتص ريحة غراد تانية بالبراد ولازم مثل الزهور ينحط بكباية مي تا يظل منيح البتنجان اي حرارة تحت العشر درجات قادرة تنزع طعمة البتنجان الافوكا تحتى يستوي مظبوط لازم ينتركه بمكان جاف وبحرارة معتدلة البصل البصل عايز هوا وفيه ينترك بكيس الشبك اللي بتشتروه فيه وبيضاين اكتر برات البراد ثوم ثوم فيه يعفن بالبراد ومثل البصل عايز هوا العسل العسل بيقدر يحافظ على جوته برات البراد لوقت غير محدد الكاتشب معظم المطاعم تترك الكاتشب على الطاولة لانه فيه مواد حافظة كفية حتى يضاين الليمون بسبب نسبة الأسيد العالية فيه الليمون ممكن ينتزع بحرارة منخفضة البطاطا البطاطا ما لازم تتغسل إلا قبل ما تستعمل وليزم تبقى بحرارة معتدلة وإلا بتتغير طعمته الكبيس بما انه التخليل وظيفته يحافظ على الأكل ما في لزوم ينحط الكبيس بالبراد وخاصة اللي فيه نسبة ملح عالية الخل الخل فيه ضاين برات البراد لوقت غير محدد إلا اللي فيه أعشاب أو طوم وبصل دونتس لازم يضلوا برات البراد بس لأيام قليلة الخردل الخردل فيه ضاين شهر برات البراد وتبريده بيرجع خيار لإلكن الدبس فكمية السكر العالي اللي فيه بتخليه ضاين سنين برات البراد الخيار الخيار حساس فلازم ينحط بأبرد منطقة بالمطبخ ولكن مش بالبراد يعني تقريبا بحرارة 13 درجة البطيخ البطيخ المقصوص لازم ينحط بالبراد ولازم يتغطى منيح حتى ما يخسر فوائده البهارات فالبهارات بيداينه لسنين بلا براد والحرارة الباردة ممكن تنزع الريحة والطعمة الفلفل الحار البراد ممكن ينزع ملمس الفلفل والأفضل ينحط برات البراد بكيس ورق كرميلي ضال جيف السويسوس السويسوس مخمر ومنه بحاجة لبراد بس السويسوس القليل السوديوم بحاجة لبراد لطحين البراد ما بيأزل طحين ولكن ما في لزوم ابدا انه يتبرد اشتركوا في القناة البراد